بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حبايبي طلاب أولى وتانية سنة يارب تكونوا بخير والامتحانات تعدي ان شاء الله على خير هانت فات الكتير مباقي للأليل هل الأجازة هتتمدل فترة اللي جاية ويتم تأجيل الترم التاني؟ ده اللي هنتعرف عليه و هنتعرف على آخر قرات وزير التربية والتعليم وكمان طلاب أولى سنة وحبايبي ما أقدرش أنساهم في فيديو ساعة ونص حلت فيوم خمس نمازج هما ان شاء الله نفس الأسئلة ديت اللي هجي لك في الامتحان نفس الأفكار الفيديو هيكون موجود على صفحتي على الفيسبوك هسيب لكم الرابط في أول تعليق كمان عايزكم تخشوا على الصفحة عشان نص التاني ان شاء الله هكون متواجد معاكوا لايف وهيكون في معانا مدرسين في كل المواد وكمان أول سنوي هسيب لك رابط بارغراف الجوكر اللي انت هتستفيد منه في سؤال المقالة هنشوف أخبار الأجازة مع بعض زي ما احنا شايفين عدد الإصابات عمال بيزداد عشان كده وزارة تربية والتعليم حطت أكتر من سيناريو الحقيقة للنص التاني ممكن جدا ان الأجازة تمتد وهنتعرف على الخبر ده على اليوم السابع وكمان في سيناريو تاني مطروح ان الدراسة تبقى جزء اونلاين وجزء من المدرسة عشان يقللوا كسافة العددية للطلاب لكن القرار نهائي بتاع وزير التربية والتعليم لسه ما استقرش عليه تعانشوف الخبر من على اليوم السابع وزارة تربية والتعليم أكدت ان أجازة نص السنة بالنسبة من أول رياض الأطفال لحد ثلث سنوي هتبدأ يوم خمسة اتنين وهتستمر لحد يوم سبعتاشر اتنين والحد دلوقتي شددت وزارة تربية والتعليم انه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مد أجازة نص العام يعني لحد دلوقتي لسه ما فيش قرار بمد الأجازة ولكن السيناريوهات كلها مطروحة ونقل على قرار لجنة إدارة الأزمات ففي أي وقت توقعه ان يكون فيه قرارات جديدة بالنسبة لمد الأجازة أو بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة للتيرم التاني احنا في انتظار رأي لجنة إدارة الأزمات وبعد كده وزير التربية والتعليم هيكرر اللي هيتم معانا في الفترة المقبلة زي ما انت شايفين ده فيديو الأولى سنوي فيه المفيد هتلاقوه على صفحتي على الفيسبوك بضربك على كل حاجة هتجيلك في الامتحان ان شاء الله ترجم الفيديو ده وهتجيب امتياز في الامتحان وبقرارها تاني مش عايز حد يكون قلقان حتى لو انت عكت في الامتحانات الامتحانات يا أسدزة مش درجات ولكن تقدرات معنى ان تقدرات يعني الموضوع ان شاء الله هيكون جميل في النتيجة ان شاء الله هتكون النتيجة مبشرة ومحدش هيقع مفيش أي مشكلة خالص ان انت حلت وحش في مادة التيرم التاني تقدر تعود ما تعقدش نفسك ويدوس في اللي جاي ركز في اللي جاي وبالنسبة للباراغراف الجوكر ده هيفيدكو جدا في المقالة ممكن تاخد منه المقدمة واخد منه الخاتمة وفي النص تقدر تكتب انت ثلاث فقرات او فقرتين وبكده هتجيب الفول مارك ان شاء الله في سؤال الاساي اولى سانة وتانية سانة وان شاء الله رب العالمين كلكم نجحين التيرم ده ومفيش حد هيقع الله المستعان واشوفكو في فيديو جديد